كلمة السر في كل حاجة بتحصل حوالينا الأيام دي هي التكنولوجيا العالم متغير باستمرار الصناعة الإنتاج حتى الزراعة كل شيء من حولنا حتى حياتنا اليومية بقت التكنولوجيا أساسية فيها والتكنولوجيا بتتغير وبتتطور باستمرار السؤال الكبير دائما بنسأله هو ازاي التعليم يواكب هذا التطور التكنولوجيا المتلاحق السريع جدا والسؤال دا كان واحد من القضايا المطروحة لما افتتح دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جامعة السويدي للتكنولوجيا البولي تكنيك وهنا بقى يسعيدني ويشرفني ان ارحب بالدكتور أيمن بهاء وهو رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا أهلا وسهلا بحضرتك تعالنا تمشى وأول حاجة عايزة ألها لحضرتك هي يعني ايه بولي تكنيك طيب بولي تكنيك ببساطة معناها التعليم وتعدد المهارات الفكرة هنا ان احنا بنلاحظ فيه فجوة ضخمة جدا في سوق العمل مع التطور لحضرتك لسه ذكره بالنسبة لخريجين الدراسات الهندسية والتكنولوجيا بشكل عام دا معناه ان الخريج حتى لو خد قدر عالي جدا من التعليم والتدريب أثناء دراسته الجامعية بيواجه ان عنده مشكلة كبيرة قوي لما بيلتحق بسوق العمل ان فيه مهارات كتير هو لسه ما اكتسبهاش بيبقى تاية بيبقى لسه ما عندهش المهارات العملية هنا بيجي دور البولي تكنيك اديكيشن موضل او نموذج تعليم المتعدد المهارات ان احنا ازاي بنقدر اثناء فترة دراست الطالب في المرحلة الجامعية ان احنا نحاول نكسبه تلك المهارات اللي بيحتاجها عشان يدخل سوق العمل تربطوا بسوق العمل او زي ما بنقول كده شعارنا اتخرج جاهز الفكر هنا ازاي يقدر الخريج بتاعنا يبقى مناسب لسوق العمل عن طريق اكتسابه ومجموعة من المهارات المهمة اللي بتؤهله ان يدخل في سوق العمل بشكل مباشر انا قلت لحتك نتمشى لان بصراحة انا شايفة في الممار اللي احنا فيه ده اه غرف دراسة وورش عمل مصادرة بالضبط فحبا احنا وحنا بنتكلم نوري الناس برضو جزء من المعامل الكمبيوتر تحديدا ندخل هنا برأيك اه تفضل الحقيقة النموذج البولي تكنيك مش مجرد نموذج تعليم مختلف وخلاص الحقيقة هو ده بيستلزم اعداد مختلف للمعامل وللورش وللمناهج ولي طرق التدريس نفسها اه كمثال احنا هنا المعمل اللي احنا موجودين فيه ده معامل كمبيوتر متعدد الاستخدامات المعمل هنا الحقيقة بنستخدمه في عدد كبير من المقررات الدراسية اه الفكر هنا في تجهيز المعمل نفسه لو بصين هنا هنلاقي ان المعمل اولا هو ساعته حوالي 25 طالب دي واحدة من المميزات المهمة جدا عشان يعرفوا يركزوا يفهموا يتعلموا بالضبط هي الجروب عندنا في الجامعة بتبقى في حدود 25 طالب حالو جدا وبالتالي الطالب بيبقى في مجموعات عمل صغيرة بشكل متفاعل بشكل مستمر مع الاستاذ بتاعه وسواء كان الاستاذ دكتور بيدرس له جزء نظري او المدرب او المعيد وفرصة اسأل حضرتك برضو احنا هنا في معامل الكمبيوتر احنا التخصصات الدراسية بحسب منا لقطة ومش عارفة انا ده صح ولقا بجزء منها متعلق بالبروغرامنج بالضبط بالضبط وفيه اجزاء تانية برضو بالضبط احنا هنا مركزين قوي على ما نسميه بالتكنولوجيا الهندسية تكنولوجيا الهندسية فيه عدد كبير جدا من البرامج دي اللي بدأنا بيها السنة دي احنا السنة دي بدأين باربع برامج تلاتة منهم في الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر ساينس والبوغرامنج لسوق العمل ونطالب لانه جزء من الدراسة انه يتدرب او يشتغل بشكل حقيقي في شركات صناعيين فاحنا عندنا مجموعة من الشركاء الصناعيين اللي عندهم فرص حقيقية في هذا الامر في المجالات دي اه البرنامج الرابع اللي احنا بنشتغل فيه طبعا كمجموعة السويدي هو برنامج تكنولوجيا الهندسة الكهربائية دي البرامج اللي بدأنا بيها السنة دي السنة جاية ان شاء الله كده اربع برامج اربع برامج السنة جاية ان شاء الله عندنا اربع برامج تانين اتنين منهم فيه ودي حاجة من الحاجات القوية جدا عندنا فيه الصناع احنا بنتكلم على حاجة خاصة به تكنولوجيا تصميم المنتجات وتكنولوجيا الميديا نشوف هنا طبعا فان فضل حاجة كنت بتقولي تكنولوجيا تصنيع المنتجات ده مصطلح جديد ده بالزبط يعني ايه بقى طيب احنا الحقيقة من الحاجات المهمة جدا لما بنعمل اي منتج صناعي ازاي نصمم هذا المنتج شكل وظيفي الفكرة هنا مش بس الشكل الجمالي لكن الشكل وظيفي فكرة تصميم المنتج ليها النهاردة كمية ضخمة جدا من التكنولوجيات اللي محتاجينها سواء انا بصم المنتج ده عبارة عن مثلا جهاز كهربائي في البيت او عربية او طيارة او وسيلة مواصلات او غيره فبيبقى له تكنيات وتكنولوجيات بيدخل فيها الزكاء الصناعي بيدخل فيها صوفتوير بيدخل فيها حاجات كتير قوي فده برنامج ان شاء الله جديد هنفتحه السنة جاية بإذن الله تصميم المنتج زائد تصميم المرئي بقى والفج والإفاكس الخاص بالإعلام والدعاية والتغليف وما إلا ذلك ده برنامج جديدة هنفتحها وفيه برنامج كمان احنا ان شاء الله بإذن الله ناوي نفتحه السنة جاية فيه تكنولوجيا الطاقة وده مهم قوي مجال مهم جدا مجال مهم جدا ده هيشمل بقى التاقات التقليدية من الغاز والبترول لأنه بتتعاون مع واحدة من أكبر شركات البترول والغاز الموجودة في مصر من شركات العالمية ومع جامعة في إيطاليا وفي نفس الوقت كمان بنكلم مع التكنولوجيات الجديدة في الطاقة زي الطاقة الخضر وطاقة الهايدروجين والتاقات الجديدة متجددة وإحنا بالمناسبة برضو وإحنا شفنا مجموعة من الطلبة عاملين نموذج العربية بتشتغل بالطاقة الشمسية بالضبط عجبني قوي المفهوم بتاع إنه قد إيه كل المشروعات والتعلم نفسه الموضوعات مستوحية من القضايا اللي إحنا بنعنيها كمصر وكعالم بالضبط لأن إحنا الحقيقة إحنا ما نقدرش خلاص معلناش طرف إن إحنا نعلم حد خديق ويقعد سنة محتاج تدريب أو شهدات عشان نشتغل لا السوق مستحمل إحنا عايزين يهودر كتير جدا بالعكس إحنا بصنا عدد الوظائف المتاحة في التطبيقات التكنولوجية في العشرة سنين اللي جاي على مستوى العالم بالملايين ومفيش المؤهلين اللي يقدروا يخرجوا بالسوق بهذا العدد ودي الجاب اللي إحنا بنحاول نملاها بشكل كبير جدا وإنا عشان كده عايز أخرج بقى مع حضرتك بره وإحنا برضو بنتحرك ونشوف المعمل عايز أخرج معك بره دايرة التخصصات الموجودة هنا في الجامعة وأخذ رأيك بخبرتك الكبيرة في مجال التعليم في شوية مفاهيم كده أولا إيه رأيك مثلا في موضوع كليات القمة طيب اللي هو أنا ابني لازم يارب أشوفك دكتور يهتخش يا هندسة يهتخش طب اللي مجموعك يجيبه ببعض نظر أنت بتحبيه لا طبعا أولا خلينا نقول مستلح كليات القمة جي منين جي ببساطة شيئا جدا من سنين طويلة المجتمع شايف أن خريجي هذا النوع من التعليم بيجدوا الفرص الأفضل في التوظيف فكلمة كليات القمة الحقيقة مع أنها مش حقيقي دلوقتي ده مش حقيقي بس هو ده بأصل مصطلح يعني إحنا في فترة من فترات كليات القمة مثلا كانت كليات القانون إحنا عارفين في بداية القرن العشرين كان الحقوق هي دي محمي قد الدنيا بالزبط الفكرة هنا كان إن كليات القمة هي الكلية اللي خرجها بيبقى ليه سوء في العمل وبالتالي إحنا خلينا نقول إحنا حتى شايفين مثلا بعض الكليات اللي في تخصصات طبية زي كوليت السيدالة أنا مش عايز بس زومة لا يزعلوا لكن الإقبال عليها قل مش زي الأول لا وموضوع السيدالة ده بالمناسبة فعلا ده موضوع احنا بنقشه كتير جدا إحنا عندنا عدد كبير جدا من السيدالة فوق احتياج السوء بتاعنا بالزبط بالزبط فالحقيقة هي كلمة كلية القمة هي الكلية اللي خرجها يلاقي وظيفة ويلاقي فرص عمل أفضل وبدأ خلق أعلى المشكلة بس اللي حصلة دلوقتي إن التطور في سوء العمل سريع جدا فبقى المجتمع مش ملاحق نبدأ منين ولا منين نتعلم إيه بقى مش ملاحق أنا بقول دلوقتي اتعلم اللي انت لقي نفسك فيه لأن انت كخريج انت هتبقى خريج قمة لو لقيت وظيفة انت تقدر تشتغل فيها ودي الحقيقة بتيجي من عاملين العامل الأولاني انت بتحب حاجة ومتميز فيها وتقدر تأدي المتطلب منها فدي حاجة الحاجة التانية نوع الدراسة نفسها والتوقع للوظائف الفترة الجاية الحاجة الأخيرة بقى انت قدرتك على التكيف وانك تغير من نفسك لأن الوظيفة اللي بنشتغلها النهاردة بعد خمس سنين حاجة تانية حاجة تانية خالص تبدأ معنى ان سوء العمل فعلا صعب الحق بيه ومواكبته هو لا هو مش صعب مش صعب اللي حق بيه هو محتاج مؤهلات مختلفة أهمها قاعد علمية قوية جدا لأن العلم ما بيتغيرش اللي بتغير التكنولوجيا الأساسيات الأساسيات دي قاعدة وده معناه لازم دراسة البحث يبزل فيها مجهود ضخمة عشان يقدر ياخد الأساسيات الحاجة التانية القدرة على التعلم المستمر لأن الدنيا بتتغير بشكل كبير جدا لاعتماد على مصادر كتير قوي يعني ما تقولش أنا قاعدت أربع سنين في الجامعة ودرست أنا عايز بقى أشتغل وراح دماغي لا خلص الاربع سنين دول مجرد البداية ده مجرد الفترة اللي بتحط الخبريج على بداية الطريق بتاع التعلم التعلم دي عملية مستمرة إلى الأبد حتى إحنا في الجامعات بطلنا كلمة التدريس وبقينا بنتكلم كلمة التعليم والتعلم ده بالمناسبة مفهومة نفسي نقف عنده مع حضرتك شوية فكرة التعلم عملية مستمرة طول الحياة سواء خلال مرحلة الدراسة الجامعية أو أثناء مرحلة العمل واقتحامل الحياة المهنية بشكل عام عندنا ده في مصر آه طبعا في العقلية آه طبعا لأنا هقول لحضرك حاجة إحنا في الجامعات عمرنا خلاص من مستخدم كلمة تدريس دي دي في المدارس إحنا في الجامعات من مستخدم كلمة ليرنج الفرق الرئيسي مين صاحب الدور الأكبر في عملية التدريس المدرس هو صاحب الدور الأكبر هو اللي بيجهز هو اللي بيبزل المجود الأكبر والطالب هنا أو التلميذ بمجرد متلقي دخلنا الجامعة الموضوعها اختلف العكس بالضبط التعلم الدور الأكبر هو دور الطالب مش دور الأستاذ يدور ويبحث ويقرأ بالضبط دور ويتعلم لأنه هو الأستاذ هيقعد معاه سنتين تلاتة أربعة لحد ما يتخرج على حسب فترة الدراسة بتاعته خمسة أو واتفر لكن التلاتين سنة اللي بعد كده والاربعين سنة اللي بعد كده ربنا يديهم كلهم طورة العمر يعني مين اللي هيعلمه يعني قدر نقول إن دور المدرس في الحالة دي إنه يعلمه زي يتعلم بالضبط بالضبط طب من ضمن المجالات اللي حدك ذكرتها لي مثلا سايبر سيكوريتي الأمن السايبراني لو المصطلح سليم ما يتعلق بعلوم الطاقة والطاقة النظيفة ما يتعلق أيضا بالذكاء الاصطناعي دي كلها مجالات حديثة ومهمة وبنشوف ليها نعكاسات في حياتنا بشكل كبير من ضمن الحاجات دي تنصح مثلا خريجي النهاردة إنه يفكر في أنهي اتجاه من دول هو لازم الخريجي الحقيقي يبص فعلا زي ما حدركي قلتي على تخصصات بتاعة المستقبل حدركي ذكرتي جزء منها وفي تخصصات تانية كتيرة في المستقبل أهم حاجة إن الواحد يبقى حاجتين أولا هو بيحب الحاجة دي يعني هو مش كرهة مش عايزين حد يدخل لدراسة مش مخصوب بالضبط مش غزبن عنه وإنت لازم تبقى الحاجة بتحبها بس ده برضو ليه مثل أكتر من 5% من يعني خلطة النجاح 95% من خلطة النجاح الاجتهاد الحقيقة إحنا خلينا نقول الستاندرد العالمي في كل جامعات الصف الأول في العالم بتفترض أن الطالب بيبذل من المجهود في الأسبوع 50 ساعة 50 ساعة ده أعلى من معدلات العمل لما يشترك 50 ساعة مجهود مش 50 ساعة إنترنت أو سوشيال ميديا 50 ساعة عمل إحنا بنقول كده الطالب أنت في مطلوب منك في الأسبوع 50 ساعة أنت بعد أن تخرج تشتغل من 36 إلى 40 ساعة لأن ده المعدل الطبيعي بتاع العمل لكنك بتبذل أكتر بالضبط 50 ساعة دولت نخصب منهم الساعات اللي أنت عيدها في المحاضرات وفي المعمل اللي هي حوالي 20 ساعة في الأسبوع أو 25 ساعة في الأسبوع ده معناه أن الطالب محتاج يكتهد برى الكلاسز وبرى المعامل من 25 إلى 30 ساعة عمل أسبوعيا بيعمل فيهم إيه؟ بيذاكر بيخش على الإنترنت عشان يدور على مصادق بيعمل مشاريع بيجرب بييده زي ما حضرك شفت كده أولادنا اللي في سنة أولى ده لسه الأولاد دول في سنة أولى لا مبهرين بصراحة دول لسه في سنة أولى بس هده الفكرة إزاي يقدر يبزل هذا المجهود الاتنين دول مع بعض إن أنا بحب المجال دوت وده دافع الأولاني الـ 5% لكن الـ 95% بعد كده الاجتهاد 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 وإكتساب السمات أو المهارات اللي احنا بنقول عليها في البولي تاك ناك موضع اللي هو الشغل العملي الممارسة الفهم للإطار العام تعدد المهارات على فكرة فكرة تعدد المهارات مش بس إن أنا عندي مهارة التعلم ومهارة تشغيل ومهارة التصميم ومهارة التفكير كمان يبقى عندي اطلاع على المجالات التانية المجالات التانية